يا اهلا بالفيلموية ان ارضى ان لخص فيلم درامي اسمه ايفل واللي تم اصداره سنة 2003 لكن قبل ما نبدأ لو انت جديد معنا ما تنساش تشترك في القناة وتفعل التنبيهات وده علشان توصلك فيديوهاتنا اللي جاية بيبدأ فيلمنا مع شاب صغير اسمه ايريك واللي كان بيتخانق مع صحابه وقدر ان هو يتغلب على واحد فيهم ويدربه جامد حتى ان صحابه ما حاولوش انهم يوقفوا عن اللي بيعملوا ده بالعكس دول كانوا عمالين يشجعوا ان الخناء تكبر ويبقى فيها دم بعد كده المدير بتاع المدرسة استدعاه المدير فضل يزعاه له ويقوله ما ينفعش اللي انت بتعمله ده واسلوب المجرمين والبلطاجية ده مش هنا علشان كده تم يطرده من المدرسة ولما رجع البيت جزء امه نزل فيه ضربة بالعصاية وده بسبب اللي هو عمره وخلاه يضطرد من المدرسة في الاخر امه كانت فاكرة ان ايريك مسيره يتعلم من الاخطاء اللي عملها وده طبعا مش هينفع بسهولة مع شاب متهور في السن ده بعدها ام ايريك طلبت منه ان هو يشوف الراجل ده اللي هو صاحبها وشغال محامي واسمه جانر المحامي بيديله كارت بتاعه وبيقوله كلمني في اي وقت لو تعرضت لأي مشكلة وبعد ما المحامي ميشي امه بتقوله انا متضاقة منك جدا وعشان اللي حصل في المدرسة بعدها بتقوله انا هقدم لك في مدرسة تانية جديدة والمدرسة دي موجودة في استيرينبيرغ وكل اللي فيها عيال من بلاد تانية بتقوله اتمنى انك تحترم نفسك بقى وتبطل البلطجة اللي انت فيها دي علشان دي اخر فرصة ليك وقال لها اوعادك يا امي انها بقى ملتزم وهتخرج منها بدون اي مشاكل وصل ايريك المدرسة وهو مسرح شعره ولبس بدله ومزبط المسائل كله زي الفل اللي كان موجود معاه في الاوضة لهيبات فيها اسمه بيير وده ازكى واحد في المدرسة وكان من الواضح كده انهم هيبقوا اصحاب حلوين مع بعض وده بسبب ان بيير واحد كويس وصدوق بالليل ايريك وبيير راحوا المطبخ علشان يكلوا وجبة العشاء وهناك ايريك بيتعرف على واحد اسمه جوهان واللي بيقوله ان كل مدرسة لها قواعد وعادات معينة وهنا كل واحد هتموا معاملته على حسب حالته الاجتماعية وبعد ما جوهان بيقول كده الوادي اللي كان قاعد جنب ايريك نادى على اثنين من العائل اللي كانوا عادين بعيد واللي اسموهم جوستاف واوتو ساعتها اوتو وجوستاف كانوا بيتنمروا على الولد ده وده لانه من عائلة بسيطة وهم من عائلة غنية المعروف ان العائل دي دايما بتتنمر كده على اي حد من عائلة متوسطة كمان عائلتهم لها فضل وتأثير كبير على المدرسة وده مش هيأثر عليهم في المدرسة ولا هيطردوا منها ده حتى انهم في منظمها تبع المدرسة وده معناه انهم يعرفوا يعقبوا الطلاب عادي جدا بعد العشاء بير عزم ايريك يروح يدخنوا سجارة في البداية بيفتكر ايريك وعدوا الامه وجوهان قال لهم لو اتمسكته هتتعاقبوه بس بير قال مش هنتمسك ولا حاجة وايريك اقتنع بكلامه ودخم معه سجارة تاني يوم في وجبة الفطار اوتو وجوستاف ندهوا على ايريك وكانوا عايزين يعملونه تشريفة محترمة كده وده لانه لسه جاي من مدرسة تانية ولازم كده يعلموا تقاليد المدرسة دي بس ايريك ساعتها بيرفض وبسبب رفضه ده كان جوهان هو اللي يتحمل العواقب اوتو عور جوهان في دماغه لحد ما الدكتورة جات وخدته بالليل اوتو وجوستاف ندهوا على ايريك وقالوا له تعالى نظف التراب اللي الجزم بتاعتنا عملته بس ايريك ساعتها بيرفض برضو جوستاف كان متضاق منه وسأل اوتو نعمل ايه مع الشايف نفسه ده اوتو ساعتها بيقول له سيبه ده لسه مستجد واحنا نسويه على نارها دي ايريك كان بيتكلم مع بير وبيقول له ايه اللي حصل ساعتها بير كان مخضوض وقال له بعد كده ما ترفضش اي اوامر لجوستاف ووتو وده علشان اللي بيرفض كلامهم بيزعل في الاخر ايريك ساعتها بيقول له انا مش خايف من حد واللي عندهم يعملوه علشان كده بالليل هو وبيير كانوا بيفكروا في طريقة يقدروا بيها يتصدوا لجوستاف ووتو وده من غير اي عنف بس الموضوع كان صعب وده لان الكل بيطاع اوامرهم تاني يوم جوستاف خبط ايريك اللي كان ماشي في الممر وجوستاف طلب منه يعتذر ايريك رفض لان ايريك ما كانش يقصد جوستاف اصلا اللي كان قصد علشان كده قال له اشوفك بالليل في المكان ده وساعتها نشوف مين فينا اللي هيقدر يتغلب على التاني ايريك وبيير وجوهان كانوا بيتكلموا مع بعض عن الخناء اللي هتحصل بالليل وفاهموا ان العيال دي بتستعين بصحابهم في الخناءات بالليل ايريك جاي وكان موافق انه هيتخانق مع جوستاف لكنه تراجع لما افتكر وعده الامه ولما رجع قبل بير وقال له يلا اندخن سجارة ناسينا قره في اليوم ده فضل ايريك وستنيين ايريك ولما مجاش افتكره جبان وخواف تاني يوم كان بيتموا من ادات الاشخاص اللي كانوا بيرفضوا طلبات ايريك وغستاف وكان ايريك من ضمنهم وساعتها بيتعمل محاكمة ويتحكم على ايريك بالسجن شهر كامل وكان مطلوب منه انه يحفر خندق عمقه متر حوالين المدرسة كلها حتى انه كان بيأكل لوحده في الميز وده لان شغله كان بيخلص بعض العشاء ولما ايريك كان بيأكل جات له واحدة شغالة في الكنتين اسمها مارجا وكانت مهتمة بايريك وقالت له انت بتفكرني بخوية قالت ان اخوه هو كمان ما كانش بيحب التعصف والحاجات اللي كلها عنف دي بعد الاكل كان ايريك بيدخن سجارة جات مارجا تاني وقالت له التدخين بيدمر الصحة وبيسبب الوفاية ايريك حبيبي كان مفروض ان القوانين بتمنع اي علاقة بين اي اتنين في المدرسة ويومها تم خرق القوانين دي في اجازة الكريسماس رجع ايريك البيت وجوزومو قاله انت عملت مشاكل ليه قاله علشان ما سمعتش كلام الولد اللي شايف نفسه ده جوزومو بيقوله طالما ده من عائلة نبيلة بلازم تسمع كلامه وقالت سمعان الكلام دي خلت درجاتك وحشة في المدرسة بعدها جوزومو ضربه تاني لحد ما الاجازة خلصت وبيرجع ايريك للمدرسة مرة تانية ساعتها كان عايز يشوف مارجا وده لانه وحشته قوي ولما اوتو وجوستاف عارفوا انه رجع تاني فكروا يعملوا في مقلب وحور راحوا دخلوا الاوضة بتاعتهم ورموا فيها روث واسبالة وبهدلوها بيصحى ايريك وبير وفضلوا ينضفوا في الاوضة بس ايريك مسكتش ودخل اوضة اوتو وعمل معه نفس الحركة ولما كانوا في الميز ايريك قال حد شمم الريحة الوحشة دي فضل يمشي كأنه بيتتبع الريحة لحد ما وصل لأوتو وفضل اوتو يضرب فيه بالبنيات ساعتها ساعتها ايريك مردش عليه وده علشان وعد الام مارجا كانت فهم ايريك ليه مضربوش وزعايت في اوتو وقالت له بس كفاية بعدها اوتو وجوستاف فكروا يغيروا الخطة ويتسلوا على بير صاحب ايريك اوتو ساعتها ندع على بير بس بير قالوا انا ما عملت لكش حاجة وساعتها اوتو قال انا بتحدك في معركة بعد الحصة الاخيرة ولو ما جيتش هزع عليك هم عملوا كل الكلام ده علشان يدايوا ايريك لان اكيد ايريك مش هيسيب صاحبه يضرب بالليل جي بير للمكان اللي حديده وكان لوحده اما جوستاف و اوتو كانوا مع كل الناس اللي بيأيدوهم حاول بير ان هو يضرب اوتو بس اوتو صحته وجسمه اقوى من بير هنا بيقع بير على الارض بعد شوية ضربات جمدة من اوتو ولحد دلوقتي ما ظهرش ايريك وصاحبه تعبان وعمال يتوجع جمد من الضرب ولما بير اتطحن ووصل ايريك بس كان في الاخر ومعرفش ومالحقش يعمل اي حاجة علشان يلحق صاحبه ايريك خد بير ورجعه الاوضة وكان بيعالج جروحه بعدها بيخرج يقبل ما رجعه وقال لها نمتدايق على حالب بير ولما رجع الصبح لقى الاوضة فاضية وبير مشي حتى ان بير خد كل اغراضه وكان هو ان مايرجعش المدرسة دي مرة ثانية وكان سايب جواب بيعتذر لايريك فيه عن رد فعله السريع ده كمان قال له في الجواب ده انت افضل صديق لي يا ايريك وانا عايزك دايما تفضل تحارب الفساد وتتصدى لاي محاولة من المحاولات اللي بيكون فيها ظلم كده علشان كده قرر ايريك ان هو ينتقم من اوتو وباقي الناس الزبالة اللي معاه راح لجوستاف وهما بيكلوا وقال له انا بتحدك في معركة خلال ساعة واحدة بس ايريك ساعته كان لوحده وكان بيتحدى جوستاف اللي كان فيه ناس كتير عمال اتشجعه بس ايريك بتاع المشاكل والمصايب قدر لوحده ان هو يتغلب على اتنين دول بكل سهولة وبعدها ايريك بيهدد اوتو لانه كان قادر يتغلب على جوستاف والوضع ساعتها بقى خطر جدا بعدها ايريك بيقول ل اوتو خلي بالك معلم انت اللي عليك الدور بعدها بيرجع ايريك علشان يدور على ما ارجع وقالت له واحدة من اللي شغالين في المدرسة انها اضطردت وثابت له جواب طبعا وقتها ايريك كان تعبان جدا وده بعد الاتنين صحابه ما مشوا من المدرسة واحد من اللي تبع اوتو شاف ايريك وهو بياخد جواب من الست دي وساعتها قال ل اوتو وامروا بتفتيش اوتو لقوا الجواب وعرفوا اللي كان بيحصل بين مارجا وبين ايريك الجواب ده كده هيطرد ايريك من المدرسة علشان كده اوتو خده للمدير المدير قرر ان هو يطرد ايريك ساعتها ايريك قال له نموافق بس هات الجواب ده المدير ساعتها رفض يديه الجواب وحطه في الدرج ساعتها ايريك كان هو ينتقم من اوتو بسبب كل اللي عمله وغير كده هو خلاص يعني اضطرد من المدرسة يعني مش باقي على اي حاجة اوتو كان ماشي لوحده في الغابة بيظهر ايريك قدامه وكان ماسك عصايا واوتو بيركع قدامه اوتو قال له انا هدي لك عشر تلاف دولار بس ما تقتلنيش ساعتها ايريك بيرفض وفضل اوتو يتحايل عليه انه ما يقتلوش ساعتها قال له انا مش هقتلك انا كنت فاكرك راجل زي ما انت مبين للكل رجع ايريك لما حكته وساعتها بيفتكر المحامي اللي قال له لو حصل مشكلة كلمنا على طول جي المحامي على طول وايريك شرح له اللي حصل وبعدها دخل ايريك اوتو المدير اللي كان بيشرب مع ناس معاه طلب ايريك ان هو ما يضطرتش من المدرسة ويرجع عليه جواب ما رجع بس المدير ساعتها بيرفض وبيدخل المحامي ساعتها وبيقول له احنا ممكن ننشر كل الارف والتنمر اللي بيحصل في المدرسة وده كله طبعا تحت رقابة المدير والمعلمين وعادي يعني مفيش ازمة ساعتها وافق المدير على طلبات ايريك وخلص اوتو من الاحقية اللي بيتمتع بيها ضد الطلاب ايريك اتبسط من مساعدة المحامي قوي وانه كمان عارف يرجعه للمدرسة ويقضي على ظلم اوتو وجوستاف لحد ما جي اليوم بتاع التخرج وقدر ايريك ساعتها ان هو يوفي بوعده مع امه ويفرحها وبالرغم من كده جزمه ما كانش عاجبه درجات ايريك كان جزء امه ناوي يضربه بس ايريك ساعتها بيتصدى ليه وبيطردهم البيت بعدها بيقابل ايريك بيير وبيعرف ان هو ناوي يسافر جينيفا وده علشان يكمل تعليمه هناك والحد هنا بيخلص فيلمنا في ناية طبعا لو عجبك فيلم النهاردة ما تنساش تشترك في القناة واتفعل التنبيهات وده علشان عندنا ملخصات نارية لسه تنزل شوفكم الحلقة الجاية سلام